أعلن رئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة مصرية لتقديم 30 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا للأشقاء في الدول الأفريقية وذلك بالتنصيق مع الاتحاد الأفريقي وخلال جلسة حوارية بعنوان نحو نظم صحية مرينة ومستدامة في أفريقيا ضمن فعليات المعرض والمؤتمر الطبيل الأفريقية صحة أفريقيا قال رئيس السيسي إن القدرات المتواجدة في مصر متاحة للأشقاء مشيرا إلى أنه يكن تقديرا واحتراما إنسانيا لكل من يعاني ليس فقط في أفريقيا بل في كل دول العالم ما لدينا بإخلاص متاح لكم كمشاركة كتدريب كتعليم كعلاج كنقل خبرات أو تبادل الخبرات إحنا مش مستعدين نعمل ده وزيادة في كل المجالات حتى في صناعة الدواء مع اللي هو اللي إحنا بقول فيها إن فيه فرصة كبيرة ويمكن زملائنا تكلموا عن موضوع تصنيع لقاحات وهنا اسمحوا لي أن أنا بتواضع أعلن مبادرة يعني بتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد كورونا لأشقائنا في الدول الأفريقية وأرجو أنه ده يتم تنسيقه مع الاتحاد الإفريقي اشتركوا في القناة